سؤال رقم 6 في سؤال رقم 6 طلب مننا حساب التوتر في ناقص كما تلاحظون هذا توطر كيف نحسب هذا التوتر؟ لماذا قلت بتطبيق قاسم الجهد لدينا؟ رغم أن قاسم الجهد يطبق على المقاومة موصولة على التسلسل لماذا؟ لاحظوا اتجاه تياه يأتي من مصدر الجهد ثم يمر عبر R1 وعندما يصل هذه النقطة الطيار لا يمر من هنا لماذا لا يمر؟ لأن المقارن من خصائصه يحتوي على مقاومة دخول كبيرة جدا وبالتالي الطيار ماذا؟ يسلك يسلك الطريق السل وبالتالي يمر مباشرة عبر R2 ثم إلى GND وبالتالي R1 وR2 موصولتين على التسلسل وهنا يطبق عليهما قاسم الجهد إذن VR2 ماذا تساوي؟ نفسها V ناقصة وتساوي المقاومة المعنية المراد حساب جهدها على مجموعة المقاومات الموجودة في هذا الفرع كما تلاحظون هنا توجد مقاومتين في الجهد التغذية VCC إذن وتساوي R2 مقاومة المعنية على R2 زيد R1 في VCC تطبيق عددي وتساوي R2 على R2 زيد R1 في VCC وبما أن R1 تساوي R2 تصبح R2 على R2 زيد R2 VCC وتساوي 1 على R2 VCC بعدما ما نختزل R2 مع R2 وتساوي 6 بوض وهذا الجهد دائما جهد ثابت ويسمى جهد مرجعي ذا قال لكم ماذا يسمى هذا التوتر؟ يسمى هذا التوتر بتوتر مرجعي ويقصد به توتر ثابت أي مقارن يجب أن يكون جهدين جهد الذي أقارن به يسمى جهد مرجعي والجهد الثاني هو جهد متغير ترجمة نانسي قنقر